دمها وضميات صلاحة كمان بتتحطى على خريطتين عالميتين واحدة في تصدير الغاز المسال وخريطة تانية المتعلقة بمدينة الاساس ودي هنقعد نتكلم عليها شويتين بس انا عايز الاول ابدأ في انه تلات سين ونص دول دكتور منع اللي عملت حاجات كتير جدا في ضميات بالتأكيد باق معاونة فريق وناس كتير اشتغلت على ده عايز ابدأ بس الاول باق جمع عمر بن العاص وكنيسة المزاحم الحاجات اللي ازاي كده اللي حصل هو مبدئيا يعني هي في نهضة يعني كبيرة على مستوى الدولة المصرية كلها في تطوير الاثار والاكتمام بالتراث المصري ففي عندنا كذا اثار موجودين عندنا زي جامع عمر بن العاص وجامع ابن العاص ده كان معمول في سنة 21 هجريا وعلى غرار جامع عمر بن العاص اللي موجود في الكاهرة لو جامع ابو المعاطي ولا جامع عمر بن العاص اللي هنا عمر بن العاص عمر بن العاص اللي موجود في الكاهرة نفس الشكل نفس الشكل ونفس الدزاين والرسومات اللي فيه كله هو طبعا التعاد تاني ترميمه في 2007 وفيه ده موجود في دميات القديمة طبعا بيزوروا من الناس بيجينا زوار من كل المحافظات فيه كمان كنيسة ماري جرجس المزاحم ودي كنيسة موجودة برضو الشرع عبد الرحمن في دميات القديمة وطبعا فيه اهتمام كبير من الدولة بان احنا نبدأ نهتم بكل الاثار اللي تبع كل المعتقدات يعني لان طبعا دولة مواطنة فالمفروض ان احنا بنطور كل الاثار كبطية طبعا يهودية اسلامية ففيه برضو تطوير حصل الكنيسة دي وكنيسة مسمة يعني مسمة بالاسم ده لان يوجد فيها جزء من جسد قديس ماري جرجس المزاحم وبيجي لها برضو رحلات من كل المحافظات وهي تعملت في الكارن 16 وبرضو حصل لها ترميم كذا مرة واخيرها كان سنة 2007 برضو طيب كويس جدا انا يمكن باعتبر ان احنا موجودين هنا في لوكاندة المحافظة زمان وزا انا كنت بقول انه من غير ما هقول الاسم بتاع الشركة التي تدير احنا بنسميه فندق اللسان حلو قوي طول عمرنا فندق اللسان فعندنا الشركة القبضة وزاد تقطع الاعمال العام والمحافظة فعملتوا تجربة انا بشوفها مغامرة اول قتال 5 ستارز في الدلتا تعملتوا كده ليه هو طبعا القتيل كان موجوزة ما حداك بتقول كده كنا بسمينه لوكاندة المحافظة وده كان موجود من ايام المحافظة الاسبك الدكتور فتح البردعي كان عمله قتيل بس كان المبنى فضل زي مشروع يعني متعسر من 2009 تاريخ فلما بعد الثورة بقى ولما بقى حصل في استقرار فكرنا انه طبعا هو موقع فريد جدا عنده ملتقى نيل بالبحر ده موقع موجود في العالم مزهل ففكرنا ان احنا ازاي نقدر ان احنا يستغل المكان دوت ويبقى زي ما حداك بتقول كده اول قتيل 5 نجوم على مستوى الدلتا كلها فحصل تعاقد مع شركة القبضة للسياحة ودي شركة حكومية وهي من خلالها بيجيب ادارة بتعرضه هي بقى لادارة فحصل جابت الادارة اللي هي الالمانية اللي موجودة دلوقتي وبقى زي ما حداك بتشوف كده غير خالص معالم راس البر وبقى غير حتى رواد راس البر نفسهم الاوتيل تم افتتاحه في سيادة الرئيس افتتاحه في نهاية 2019 الاوتيل عليه ضغط كبير جدا عليه طبعا كان صعب او انك دلتا كلها تلاقي اوتيل 5 نجوم تعمل فيه فرح او تابع بيجيله زيارات ورحلات من كل الاماكن